كنيسة ولا يدرك محمد المسلمان أن هذه الأمور على المدى البعيد ستثير الناس وزعلهم ومدام المؤسسة الدينية اللي غير رسمية في السجون فلماذا يقلق محمد المسلمان لا الآل الشيخ بيزعل ولا الحيدان ولا الفوزان بيزعل ولا المطلق بيزعل ولا فلان وفلان بالعكس بالعكس سيبحثون له عن ستين مخرج بين هذه الكنائس وغيرها فلماذا يستقرب بل سيروج لها ألم يأتي بالفنانين والراقصين على مقربة من المدينة وفي مدائن صالح يتحدى الناس تحديا لما يعني لن أو بالأحرى لا تستبعدوا أي شيء يقدم عليه محمد المسلمان في المستقبل